دمور العضلات يعني شفنا نهل رمضان وابلها مؤمن زكريا حاجة زي الديان اي ممكن كانت تلحق قبل ما الازمة تتفاقم؟ طبعا طبعا هو ده اوتو اميون ديزيز اللي هو بيسموه يعني مرض مناعي واعتقد ان يعني فيه مبادرة رئاسية من سيادة الرئيس على الاكتشاف المبكر لدمور العضلات مرض زيني كان طرح امعرفش مازال موجود بس اعتقد انها من ضمن المبادرات الرئاسية على كشف مبكر على الدمور العضلات من الفرق الافريقية اللي بتعمل الديان اي لا فيه فرق كتير يعني زي في جنوب افريقيا بيعملوا الديان اي هو اصلا يعني معظم الفرق في جنوب افريقيا الرجبي من الرياضات المهمة اللي عليها الاهتمام الاكتر بس فرق قرة القدم بتعمل بيعملوا الاكتر كمان معظم استخدامات الافريقيا بيشتغلوا بالجي بي اس اكتر الجي بي اس ده بقى معظم في افريقيا زي زمانك عندنا اه بيشتغلوا بالسبورت ساينس بيجيبوا ممكن حد موفد مثلا من من احد الدول الاوروبية بيعمل بيعمل بيبقى بيشتغل في الجهاز وفي نفس الوقت بيبينشر العلم هناك التحليل ده ممكن يبقى مفيد في شراء اللاعبين يعني ما يجي حد يشتري لاعب ويدفع فيه فلوس كتير زي ما شايفين في السعودية يعني طالب يعني ميسي طالب كام 600 مليون يورو الراجل طالب فيعني قبل ما هو خلاص يبقى عنده 35 سنة ميسي مليون يورو تعالى يا ميسي اقامل لنا الـ DNA بتاعك نشوف فاناعمل ايه يعني ميسي في السن ده متعليش ان يحتاجه خلاص اقامل الـ DNA هو خلاص هو الـ DNA بتاعه ازبت بس اللحاء بتقول ليه مظبوط جدا في موضوع شراء اللاعبين ان هو ده كل حاجة بره بيتعمل لها فايلينج فمن ضمن الفايلينج بتاع اللاعيب ان هو يكون عامل الـ DNA profile بتاعه عشان ده طبعا بيحسن معناه ان هو عامل نفسه بلان او يتم بنفس proactively او مسبقا وبالتالي عامل نفسه بلان حيعني سير اللاعب عشان يوصل للعيبة دي كلها والله حاجات مهمة جدا وكان عندي لسه حاجات كتير بس خلينا نكمل مرة جاية اشكرك شكرا جزيلا شكرا الله موضوع شيق موضوع يعني تحس انك انت محتاج تنهل منه المزيد والمزيد لانه العلم بيتطور بسرعة مظبوط مظبوط وانا عايز اقول لحيك على حاجة انا قلت لسه يعني نتكلم على فيه فريق اللي هو بنفيكة في البرتغال ده في خلال بس معمول له دراسة انه هو في خلال سنتين بيع لعيبة بخمسمائة مليون يورو لعيبة صغيرة بيشتريهم مثلا بيجيبهم من امريكا الجنوبية بس هم مشغالين على بلان البلان انها تطلع لعيبة كتير وتبقى اصناعة لانه هي الاصناعة بقى انه هو ان احنا نجيب الولاد نشتغل عليهم نعمل لهم بلان وفي الاخر ينبيحهم البلان دي بقى زي ما كنت بقوله حيك شاملة كل حاجة واهم حاجة السيكولوجي طبعا انه هو يقدر يتكيف مع الاهداف ونحط له اهداف عشان يشتغل عليه فهي صناعة والصناعة مهمة جدا وبجي فروس كتير جدا بالتأكيد هيكون لنا لقاءات جاية كتير ان شاء الله دكتور مصطفى علي رئيس مجلس ادارة احدى شركات تحليل الجينات الوراثية نورتنا في مصر جديدة اتصرفت بحياة كفنة بكل سنة وطوابين ان شاء الله رمضان سعيد علينا خلاص داخلينا على رمضان كل سنة وحضرائك طيب بخير يا رب بحياة الطب الرياضي ابتدى زمان بعلاج الاصابات وبعد شوية قدر يستاهم في رفع مستوى اليقى البدنية للرياضيين دلوقتي الطب الرياضي بيقدر يقدم للمدربين كتالوج كامل بقى عن اللاعب بإمكانيات وقدرات وعشان كده تطور المستوى الرياضي مرتبط بتطور الطب الرياضي اللي بيعتبر عنصر أساسي من دور العلم في الرياضة والعلم في زماننا هو الأساس لكل تطور وتقدم الرياضة مهم جدا ان احنا لو احنا عايزين نعمله يعني في بلدنا محتاجين ان احنا العلم في مجال الرياضة هو اللي يسود الحقيقة يعني موضوع كمان الزكاء الاصطناعي اللي بنتكلم عليه بقالنا فترة لما يدخل كمان في مجال الرياضة واضح انه ده المجال اللي هي يعني انا بقيت اخاف من الزكاء الاصطناعي انه هيخلي الناس كتير ما تشتغلش ولكن واضح انه مهم جدا ان احنا نستخدم الزكاء الاصطناعي في مجال الرياضة اشكركم شكرا جزيلا بكرا واصل جديدا ان شاء الله